بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلالي وصحابي أجمعين مكملي مع كورس طبعنا كيف ننزل Pinet Lab والفيديو اليوم حانا نشوف كيف بدأ ننزل ال Hypervisor software اللي بنعليدي هو VMware Workstation طيب كيف ممكن ننزلوا بكل بساطة حانروح نفتح براوزر منولو google.com ونولو download VMware Workstation Pro أول لنك عنديه هيخدنا علي هنروح مبوضي في عندك Windows 17 Pro for Windows وفي عندك Linux هتو دونلوناو حينزل وحينزل عندك سيتاب فايل طب جمي جدا أنا أورادي منزل عندي هون نزل سيتاب فايل حلو دولي كلك نرّح تيام، ن wor legacy نرح تتحد تمزي أوميز für جمي جدا نرح تربير نرح تربير نرح تربير والأميز JON Check for a product update خليها join مش هجوين على اي شي قولو next بدك اختارعك desktop و start menu خليع desktop قول yes قولو install ملاحظة لاش يعمل السلسل علي هد ما ينزل عندي بالsystem file تقريبا نخلص تقريبا نصل بالنسبة لاشي قولو السلاسل باشي قولو ونشاط حاية ينفعل اولوارن editこの periodically وخ خضر Open. خليني على الWi-Fi. ألوه Hardware Properties. Okay. Okay. Change the operation.ChangeAdvance. Network and Sharing Center. هون عندي. الWi-Fi. هون. أنا بالقبل شو كان عندي. كان عندي. الWi-Fi تابعي والإيثر نت. هذا الفيزيكل. أنا سيت أفرجيكم إياها. لما نزلت VMWare Workstation. نزلي VMWare. نتوقع دابتر VMNet1. ونزلي VMNet2. اتنين. ماشي. هتلاقي وين من واحد نات وواحد برج. هلا هنشوفه. بس هدول. اللي خاصة بالVMWare. بالقبل ما بيكون عندك. طيب سكر. سكر لي هون. قل له Finish. صار عندي هون. هلو Double Click. اوكي. هلا لأنه هاي مدفوع. هقول لي بده Key. بس هعمل Pause. هحط ال Key وقل له Continue. ماشي الحال. حطت ال Key. قال لي Thanks for buying Windows. كذلك. لابدو أساعده بال Key. ليتواصل معي ما فيش مشاكل. وطبعا أنا راح تقوم لينك قناتي على Telegram كمان. هل ستشوفه. هدا هو ال Hypervisor. ال VMware Workstation 17 Pro. فاضي ما فيش اي شي. طيب. اه نحنا هون وين صرنا بالموضوع. لو نحنا هون. طلعت. هذكركم بس. تمام. هدا الفيزيكال تبعي. الجهاز الكمبيوتر تبعي. علي Windows 10 شغال. نزلنا ال VMware Workstation هي. هلا اي هاست بدي ان ازله. اي قسط عفون بدي ان ازله هون عندي. بدي يكون زي Pinet Lab زي Windows 10. هفرجيك هاد الاشي يقول. ال Virtual Neck اللي عملها فرجتكم اياها. وبرضو خليني افرجيكم ان شاء الله. ال Virtual Switch. من اون بشوفوه لو طلو روح طلو ال Edit. Virtual Network Editor. هدا هو ال Virtual Switch. لذلكم ما بدي اخرب الرسمي فيه. فلو قلت له هون. change settings. قلو yes. فحالا هي عندي اياها. مثل. vmnet zero ما اخده bridge. vmnet one ما اخده host only. vm ما اخده nat. هادول اللي احنا اللي شفناه. ال Bridge هدا auto bridging قاعد ما اخد. Bridge بدي اخب من. الشبكة تبعتي. اي شبكة تبعتي لو روحت هون. تقول له cmd. تقول له ipconfig. الجهاز الحي. تمام انا هدا ال range تبعي. هدول vmnet اللي هو حطنا. هدا. هدول نفس الشي. هدول vmnet اللي هو حطنا. هدا الرئيس تبعي. كله bridge هياخب من نفس هاي الشبكة. تبعت. الشبكة تبعت الحيائي. اوكي. طيب. اه. في شي بدنا نقول له. لا طبعا فين نغير السيزن الاعداد. هذي كل شوي حسير. اشرح كيف ممكن نتعامل معه. اتمنى الدرس يكون بسيط وعجبكم. نشوفكم ان شاء الله بدلس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.